تستعد منطقة لصخير لاستقبال موسم التخيم المقرر انطلاقه في العشرين من نوفمبر الجاري ويستمر حتى العشرين من فبراير الفين وخمسة وعشرين وفي هذا الشأن كثفت الجهات المعنية جهودها للتأكد من تطبيق معايير السلامة ووضع التعليمات والإرشادات اللازمة بهدف تأمين موسم تخيم آمن مع بدء العد التنازلي لموسم التخيم تستعد منطقة لصخير في مملكة البحرين لاستقبال محبي التخيم حيث أصبحت المنطقة مقصداً رئيسياً للاستمتاع بجمال الطبيعة الصحراوية والأجواء المحتللة وبالتزامن مع هذا الموسم المميز وضعت الجهات المعنية خططاً محكمة لضمان تجربة تخيم آمنة وممتعة للجميع مع الالتزام بالأنظمة والاشتراطات التي تراعي السلامة العامة والحفاظ على البيئة هذا ويعد التخيم تجربة مميزة تجمع بين الراحة النفسية والتواصل مع الطبيعة حيث يستمتع الأهالي والأصدقاء بقضاء أوقات ممتعة بعيداً عن ضوضاء الحياة اليومية يتميز موسم التخيم بروح التعاون والتفاعل الاجتماعي حيث يجتمع الناس حول نيران المخيم لتبادل الأحاديث وتحضير الوجبات الشعبية وممارسة الأنشطات الترفيهية مثل ركوب الدراجات الربعية ولعب الكرة الرملية وغيرها من الأنشطة التي تخلق تجربة مثالية لمحبي البر والرحلات كما تعد ليالي التخيم فرصة مثالية للاستمتاع بمشاهدة السماء المرصعة بالنجوم وهي تجربة تبعث على الراحة والسلام الداخلي